كان أعضاء الوفد الفرنسي قد عقدوا مؤتمراً صحفياً قبيل زيارتهم إلى معبر رفح وأتوجه أعضاء الوفد بالشكر لمصر على جهودها في تعم سكان قطاع غزة الرسالة التي نوجهها ليست رسالة شخصية بل هي رسالة جماعية من كل الأحزاب الفرنسية اليمينية واليسارية هي رسالة موحدة سوف نطالب من خلالها بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة الرسالة التي نود إيصالها ليست فقط القيام بوقف إطلاق النار نود أيضاً أن يشعر الفلسطينيون أنهم ليسوا وحدهم وأن هناك أناس يأتون لدعمهم نحن كفرنسيين وكبرلمانيين ممثلين للشعب الفرنسي نحن نأتي لدعمهم ولكي نسمع صوتهم ولنقول لهم نحن ندعمكم نحن إلى جواركم البرلمانيون هنا لكي يعربوا عن دعمهم للشعب الفلسطيني يرغبون في دعم الفلسطينيين في مأساتهم نحن نطلق دعوة للسلام بصفة عامة لقد قام المواطنون في فرنسا ببعث بعض الرسومات من الأطفال سنقدمها للهلال الأحمر الفلسطيني والمصري لكي يتم إرسالها للأطفال الفلسطينيين الذين يعانون الآن لقد آتينا لدعم الفلسطينيين لكي نطالب بوقف فوري لإطلاق النار لكن يجب أن يكون إقافا دائما السلطات المصرية سهلت قدومنا وستسهل في انتقالنا إلى رفح وهذا بالطبع رسالة بأن الحكومة المصرية تقوم بكافة ما تقوم به من أجل مساندة الفلسطينيين